السلام عليكم وحشين يا جماعة معاكم معالي انهاردة الفيديو بتاعنا قصير جدا وفي وصفتين هنعمل وجبة جمدة جدا وكمان معهم مشروب بارد هايل كله طاقة بدون دهون بدون سكر بدون اي حاجة تخلينا نبقى القانين بدون كمان دقيق بدون بيت تعال نشوف استخدمت 70 من الموز ومعلقة من الكاكاو هوزع الكيمية اللي استخدمتها دي على جزئين هاخد اول جزء ههرسه كويس يعني مش كويس اوي عشان ما تبقيش قلق انا وتقول يا شغل المكنة علي مجرد ان انا اهرس الموز بشكل اللي انتو شايفينه هنزل برابع معلقة من اللي هو البيكنج بودر وهنزل هنا بكوباية من الشوفان تقدار تستبدال الشوفان بيديه العادي وهنزل بزرم من الملح وهنزل بالحليب وهقلبه بشكل اللي انتو هتشوفوه لحد ما يديني القوام التقيل اللي خليني اقدر اشتغل عليه اللي هوروهولكو دلوقتي وانا بشتغل فيه هقلب المكونات كويس بحيس ان الاقي كله تجانس مع بعض عشان قدر اشتغل عليه طريقة مفيش فيها اي شغل بس دي واجبة جامدة اوي اوي ما فيهاش بيض ما فيهاش دقيق ما فيهاش سكر هنا عملت شوية شوكولاتة اعملت عنيهم ملتي هحطهم في الكوباية بالشكل اللي انتو شايفينه بحيس ان خليها تبرد شوية لانها سخنة ودا الخليط اللي اشتغلنا عليه هنبتدي ننزل عليه هنا في اي حاجة عندنا تقدري تعملي قرص واحد كبير تقدري تعملي فطير صغير بانكيك بالشكل اللي انتو شايفينه اي شيء ممكن تزويد تستبدل الطريقة اللي انا عملتها تحطي سكر ودي في بيت ويبقى كيك شايفين شكله حلو قوي ممكن يبقى لونها غامق شوية ودا من الكاكاو ممكن تستبدل الكاكاو وما تضفيش الكاكاو ويبقى بدون كاكاو ويبقى موز بس وممكن تضيفي ارفع ما بياخدش دقيقتين على بتوجازة اقلم الدقيقتين على درجة حررة متوسطة عشان ما يستويش من برا ويبقى عاجين من جوة جوز التاني اللي احنا شناه هنزل عليه بالحليب وبعدين هنزل بالعسل ما فيه السكر انا قلت لكم الوصفة دي جمدة جدا ما فيهاش اي سكر اي ولا دهون ولا اي حاجة من الحاجات هنزل بهم هنا عشان اقدر اطحن بقى المكونات بتحتي ما تبهدلش الدنيا انا نزلت بالحليب هنا عشان اقدر اخد كمية الكاكاو اللي انا استخدمت استخدمت معلقة واحدة كبيرة من الكاكاو هنزل بعسل طبعا تحط النسبة اللي تنسبك من العسل و هنزل بالبلح انا استخدمت ثلاث بلحات اللي هو الحجم ده طبعا انت تحب تزودي براحتك البلح مفيش اقوى منه وبعدين هنزل بالحليب اي نوع حليب لو فات وتفر اي حاجة اللي يعجبك برده وبعدين هطحنهم مع بعض تقدر تنعموهم خالص خالص وتقدر تتسيبيه يعني نص شوية يبقى مش مطحون قوي انا عن نفسي منا عمتهمش قوي عشان استمتع برضه بتعمل البلح والموز هنا بعد ما عملت الفطير هنزل بقطع من الزبدة الزبدة ارجانيك لو مش حاباها ما تحطيش براحتك ممكن تحطي جبنة ونزلت بعسل وكان عندي فراولة نزلت عليها ده حابيت اديكو اختيارات انك تقدر تحطي فراولة تقدر تحطي زبدة تقدر تحطي اي نوع من الفواكه الموجودة عندك وهنا شكل كوباية بعد ما نزلنا عليها بالشوكولاتة ونزلنا فيها بالمشروب البارد بتاعنا مشروب الشوكولاتة بالموز حقيقة بارك الله وصفة حيلة جمدة اوي اوي تنفع لجوع الليل لاني ما بتاخدش وقت وجبة فطار معتبر اسمها ايه معتبر نزلت بسيط بكاكاو من فوق يعني مجرد تغيير هنا المربة دي مربة البرتقان اللي عملناها مع بعض حيلة انا حافظها برا التلاجة جميلة جدا جدا حقيقة بارك الله عايز اقول لو عملتوه احنا في السيف واستخدمتوها حفظوها جوا التلاجة عشان في السيف لو انت فتحت الحاجة واستخدمتها لازم تحفظيها في التلاجة ايا كان جايبها من برا وانت عاملها في ايديك عايز اقول الفطار بتاعتنا او البانكيك بتاعنا كان هاشي جدا خفيف خالص مضيفناش في بيت بس اداني النتيجة حيلا حقيقي انجوي دي كانت رأيتنا نهاردة فيديو سهل بسيط في وصفتين حلوين احنا محتاجينهم عايز اقول لكم ان الكوباية دي قدامي دلوقتي وانا مبسوطة بيها قوي لاني طعمها حاسة كده بيدخل كده على القلب على طول عايز اقول لها ايحد بيزوروا كناة لو عجبوا الفيديو وانسا شامل اشتراك وحطي لايك والاهم من ده الدعوة اللي بستنها منكم هنا اديتكم اختيار لو تحبوا تاكلوا برضو اللي هو مربط البرتقان اللي عملناها مع بعض وعملنا برضو الفراولة هسيبي اللينك بتاع المربط جوه الصندوق الوصف تابعوني على قناة حبيبة نزلت عليها فيديو جديد وهنزل عليها ان شاء الله قريبا فيديوهات تاني هسيب اللينك بتاعها جوه الصندوق الوصف وهسيب لينك صفحيتي في الفيس برضو